أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم درس اليوم هو الجزء الخامس من الدرس الثالث في المستوى الثاني A2 فلنبدأ ساعة نمع 50 صفحة رقم 50 ورسول ميتبعين ورسول ميتبعين يعني من ينبغي علي بأن يجلب شئ مو واسس ريحت ما هو الصحيح لسن سي وكروزن سي أن إقراء وعالم هااو ت logos شكرا من うنios إلي المشاهدين �� من الثالث expenditures وكيف أهداك PCواتم وكيف أولاك وكيف أهداك طومي يعني مرحبا طومي شون جروس فون يان يعني تحيات جميلة من يان دو زولست اين هويت بت فو 18 اوه نوخ انروفن يعني ينبغي عليك الاتصال به اليوم قبل الساعة السادسة مساء انتفاكات اوستركن يعني وينبغي عليك طباعة تذاكر الركوب في لغروس اينا يعني تحيات كثيرة من اينا فهذه كانت الرسالة القصيرة يعني من اينا الى تومي هنا نريد ان نعرف اي الجمل هذه الصحيحة الجملة الاولى نوما اينس طومي هات يان انجروفن طومي هات يان انجروفن يعني طومي اتصل في يان هل هذا صحيح؟ فهذا خطأ يعني لم يتصل به اثنان اين هات تومي انجروفن اين هات تومي انجروفن يعني إنا اتصلت بتومي وهذا أيضا خطأ رقم ثلاثة يعني يان يريد أن تومي يطبع له بطاقات الركوب أو تذاكر الركوب هل هذا صحيح؟ فمن خلال النص نرى أنه صحيح يعني هنا فاكات ناوستركن يعني هنا صحيح 4 تومي لا يستطيع الاتصال قبل الساعة السادسة مساء هل هذا صحيح؟ يعني هذا غير صحيح لأنه لا يوجد هنا في النص هذه المعلومات بأنه لا يستطيع 5 خمسة إنا هات دي نخرجت فون يان فور تومي نوتيت إنا هات دي نخرجت فون يان فور تومي نوتيت يعني بما معناه بأن إنا هي دونت الخبر من يان لتومي يعني يان قال لها ابعثي هذا الخبر وهي كتبت ما قاله يان هل هذا صحيح؟ نعم صحيح لأنه هنا تقول بأن يان يسلم عليك ويقول كذا وكذا فهنا أيضا صحيح رقم خمسة ب رقم اثنان معناه ينبغي وليس واجب يعني عندما نقول ينبغي عليك فعل شيء فهو من الأفضل أن تفعل هذا الشيء ولكنه ليس واجب فواحد هو الإجابة الصحيحة رقم اثنان شبراخ شطن شبراخ شطن معناه يعني ظل الكلام يعني هو إعادة الكلام شطن معناها يعني ظل وشبراخ هو المحادثة يعني إعادة المحادثة شبيلن زي ام كورس يعني هنا تستطيعون أن تلعبوا هذه اللعبة يعني في الحصة فالمطلوب هو هكذا مثل هذا المثال هذه المرأة مثلا تقول برينج بيت كولا مت برينج بيت كولا مت يعني اجلب معك كولا لو سمحت فيقول لها في بيت يعني كيف لو سمحت يعني لم يسمع فترد هذه المرأة وتقول دوزولس كولا مت برين دوزولس كولا مت برين يعني ينبغي عليك أن تجلب كولا يعني هذه هي اللعبة وهذا هو التمرين برينج بيت موزيك مت هنا يقول أحدهم برينج بيت موزيك مت يعني اجلب معك موسيقى لو سمحت فالآخر لا يسمع فيقول في بيت كيف لو سمحت فيعيد هنا ويقول دوزولست موزيك مت برين دوزولست موزيك مت برين يعني نبغي عليك أن تجلب موسيقى معك هنا رينج بيت بروتشن بريتسل مت يعني اجلب معك خبز أو بريتسلن وهي يعني بريتسلن هي كعكة من بافاريا من بيان تكون كعكة مملحة تسمى بريتسلن و برينج بيت كيك سمت برينج بيت كيك سمت يعني واجلب معك الكعك فهذا التمرين هو يعني نريد على نفس هذا النمط هنا أن نكمل هذه الجمل يعني هنا بريتسلن 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 فيقول الآخر بريتسلن فنعيد الجملة مع بريتسلن 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 شو dinosaurs وكما تشاهدون يعني أولا كانت الجملة هكذا وهنا فعل وهو فعل منفصل فهنا فصلنا هو ففصلنا فأصبح وعندما نضع فعل ومعنى ينبغي فتصبح الجملة هكذا فوضعنا الفعل كامل يعني بدون انفصال مت وجاء في آخر الجملة يعني هكذا عندما يكون هناك فعل مساعد يعني مثل هذه الأفعال مودال فيبن وفعل زولن هو يعني أحد الأفعال من مودال فيبن فيكون الفعل ثاني شيء بالجملة يعني فعل مودال فيب يكون ثاني شيء بالجملة وآخر شيء بالجملة يكون الفعل الآخر وإذا كانت trend بارس ذيب يعني فعل منفصل فيكتب في كلمة واحدة ويكون أيضا آخر الجملة يعني هذه هي القاعدة رقم ثلاثة m-e-t-c-e يعني في القطار السريع و-e-t-c-e هي اختصار ل Intercity Express هورن وليسن سي دين ديالوج يعني اسمع وإقراء المحادثة وروم ايغات سيح ديال من لماذا هو غطبان الرجل فهنا سوف نقرأ هذه المحادثة ونو ترجم Guten Tag Ich hätte gern einen kaffee bitte طابة يومك يعني أود واحد قهوة لو سمحت Kaffee Capuccino Latte Macchiato oder Espresso فهنا يعدد له يعني أصناف القهوة الموجودة Kaffee Capuccino Latte Macchiato oder Espresso هم كفية بت قهوة لو سمحت Normal ودا كفئين فراي يعني عادي أم بدون كفئين Normal دانك عادي شكرا عادي 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 كبير كبير مت لا أعتقد أنا شخصيا فا يقول له يقول يعني يعني قل لحضرتك يعني هل هذه قهوة هنا أم أنها مصابقة الغاز فلذلك كان هو غضبا هذا كان درس اليوم شكرا لكم وإلى لقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله